وده غير نفسية الصراع اللي بتكون بين الجنسين اللي بتنشأ جواهم لما مش بنربيهم على فهم معنى الرجولة والأنوسة الحقيقية فيفقدوا من جواهم الاحترام لنفسهم وبالتاني الاحترام للجنس الآخر فيتربى الأولاد على إن العلاقة بين الرجل والمرأة فيها ندية وسراع مش احترام وتكامل مش احترام وتكامل مع أشكال كتيرة جدا جدا بتوصلنا في الآخر إلى كراهية بعض الرجال وجود المرأة في سوق العمل مثلا على أساس إن هي هتقلل من فرصهم أو هتقلل منهم ومن تجليات الصراع بينهم التعامل مع الجواز على إنه حلبة ملاكمة كل واحد يثبت قطرته وقوته وظاهرة زواج البيزنس المبنية على فكرة المصالح وإن الجواز شركة يعني خدوهات بس في بعض الممارسات لما بنمارسها في التربية بتساهم في الخلل ده وبتساهم بدري زي الأسوة في التعامل مع البنات واكسر البنت طلع يطلع لها 24 درع واحنا عايزين نخب البنات عشان البنات بنخاف إن سساجتهم دي تجلب لهم خطر على عرضهم الكلام ده لغاية دلوقتي موجود لغاية دلوقتي موجود لغاية دلوقتي الأطفال بيجوزوا في القرى والريف ولغاية دلوقتي لازم دا يتمنع لأن دا نوع من أنواع العنف نوع من أنواع ارتكاب الحماقة والحرام كمان مع الأولاد وتشوههم البنت دي بعد شوية بتكره إن هي أنسة لأن بتحس إن الأنوسة بتاعتها هي اللي خليتها تتباع لأن هي بتحس إن هي تباعت بتحس إن هي مش بنا آدم ليه حق إن هو يعيش مرح الطفولة وانطلاقه وأخياله وأماله وتحس إن هي للأسف شخص مش من حقه يفخر بنوعه ولا يعتز به لأن نوعه ده هو اللي جلب له إن حياته تضيع مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الرفق بالبنات ويقول رفقا بالقوارير وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع السيدة فاطمة مش بس باعتبارها إن ابنته كمان باعتبارها إن هي أنسة تعامل راقي قيدا والشدة في التعامل مع الولد كمان إنه ما يعبرش عن مشاعره أنا معرفش مين أنا آسف يعني معرفش مين اللي بيرب الأولاد على إن الراجل ما يعيطش يعني هي الراجل ما يعيطش مين قال إن البكاء مش من علامة الرجولة وتربي الولد على كده ليه فالولد يتعلم إنه يكتم مشاعره يكتم مشاعره فيطلع بيكره الرجولة دي اللي بتخلي الواحد مزيف أو يطلع راجل عنده شخصيتين أو يطلع الراجل بيظهر بمظهر قدام الناس بوش قدام الناس ووش تاني لما يكون لوحده ويفضل يدور على واحدة لما يكبر تشوف وشه الحقيقي اللي جوه ومستعد يبيع لها عفته أو يبيع لها كل استقامته ليه نعمل ده كله وشوف فقا التفريقة والتمييز بين الولد والبنت في التربية فالولد نهتم بتعليمه والبنت مش مهم والولد ممكن يعمل أي حاجة عادي أنا لسه من شوية كان عندي جلسة من جلسات الشهد الزواجي الراجل هما الناس مش عارفينه هو بيعمل كده ليه هو بيعمل كده لأنه شايف أن الراجل ما يعبوش اللي جيبه لكن لو عمل إيه اللي يتأدب هو ما يعبوش ده أهم حاجة المجتمع ما يقفش عليه فلما رب الولد على أنه سلوكه ده البنت هي اللي لازم تخاف على أخلاقها وعلى شرفها لكن الولد لو عمل أي حاجة عادي لا يا أهل الله إحنا كده مش بنربي أولادنا إحنا كده بنربي ناس مشوهين أي نوع من أنواع التمييز ما بين الأولاد في التربية على أن في حد من حقه يعمل كل حاجة أو حد مش بنحقه يعمل أي حاجة إحنا كده مش بنربيهم هو محدش يستعجل ده ما لوجه بالمناسبة ده ما لوجه دعوة بالمحافظة الاتنين لازم يتربوا على الأخلاق البنت لازم تعرف أن هي في حياة ما بتعملعاش لأنها بنت ودوة فخر ليها والولد برضو لازم يتربع لأن في حاجات ما يعملعاش وده فخر لي زي ما البنت ما ينفعش أن هي تطلع وتتعامل مع الأولاد بعنف كذلك الأولاد ما ينفعش يتعاملوا مع البنات بعنف الاتنين فيه تربية لكل واحد فيهم لازم نربيهم على أن الاتنين عبيد لله من أول خالص نربيهم على أن ميزان القيم لازم يكون عندهم على حد سواء فمثلا قيمة الحياة لازم تكون عند الاتنين هي بتستحي وهو بيستحي ما ينفعش الأولاد يبقى أن رب الأولاد على أن الكلام اللي تدارك بينهم هو كلام فيه نوع من أنواع سوء الأخلاق وعدم الحياة ترجمة نانسي قنقر